سجود السهو أي السجود الذي كان من أجل السهو في صلاته سهى فأسباب سجود السهو ثلاثة أسباب سجود السهو كم ثلاثة زيادة ونقص وشك أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك زيادة ونقص وشك إذا زاد في صلاته سهوا فالصلاة صحيحة لكن متى من تبه لابد أن يقطع هذا الزيادة وإلا فالصلاة باطلة إذا زاد في الصلاة ناسيا فالصلاة صحيحة لكن يجب عليه متى تنبه أنه زاد أن يوقف هذه الزيادة وإلا بطلة الصلاة مثالا في صلاة الظهر قام إلى الخامسة وقال الحمد لله وقال الحمد لله رب العالمين ثم تنبه الآن هنا أنه في الخامسة ماذا يصنع؟ يرجع مباشرة يجلس لو قال الرحمن الرحيم هنا زاد يعني وبدأ يقرأ بطلة الصلاة لأنه في الأول كان ساهل وهنا متعمد الزيادة يرجع مباشرة إلى التشهد إن كان قد قرأ التشهد الحمد لله يسلم وإن لم يقرأ يتشهد ثم يسلم طيب هذه الزيادة الثاني زيادة ونقص الثاني النقص ترك شيء في الصلاة سهوة ننظر ماذا ترك؟ ترك ركن من أركان الصلاة ترك ركن من أركان الصلاة إذن الصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن كل شيء كل شيء وقع منه بعد ترك الركن فقد وقع في غير موضع إذن لاضي مثاله هذا الآخر يصلي صلاة الظهر في الركع الثالثة في الركع الثالثة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركع الأولى إذا هذا معنى أن الركع الثالثة والركع الثالثة هذه لاضية يرجع إلى الركع الأولى يقرأ الفاتحة يتم الأولى ثم الثانية وتشهد ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يسد للسهوة كل شيء ضع ترك الركن لاضي يرجع إلى الركن ويأتي به وبما بعد هذا في ترك الركن الثاني ترك الواجب التشهد الأول مثلا قام ولم يتشهد التشهد الأول وتذكر بعد أن قام ماذا يصنع ننظر متعمد الصلاة باطلة ناسي فالصلاة صحيحة ترك ترك واجب المواجبات الصلاة فالصلاة صحيحة ولا يرجع يجلس يكمل الصلاة ويسد للسهوة هذا ترك لماذا للواجبات أما ترك السنة لا يبطل الصلاة لكن ينقص من أجر الصلاة إذن زيادة ونقص الثالث شك لدينا قاعدة أو في الأول نذكر أقسام الشك الشك ينقسم إلى قسمين داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة إذن أقسام الشك كم على قسمين داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة كل شك بعد الفراغ والانتهام للعبادة لا يلتفت إليه إطلاقا والشك بعد الفعل لا يؤثر وحينئذ الشكوك تكثر الشك بعد الفراغ والانتهام للعبادة لا يلتفت إليه إطلاقا ولو كان الشك 99.9% مثاله هذا الأخ الآن صلى ركعتين سنة المغرب والآن قال أشك في الركعة الثانية هل قرأت الفاتحة أم لا انتهت الصلاة انتهت الصلاة وهذا الشك قوي نقول لا تلتفت إليه لو رجع وصلفه آثل كبر تكبيرة الإحرام ثم شك في وضوءه لو خرج لهذا الشك فهو آثل توضع ودخل المسجد ثم أخذ يمسك في رأسي يقول والله ما أدري هل مسحت على رأسي أم لا انتهى الوضوء لو رجع وتوضع مرة أخرى فهو آثل هذا فتح الشيخ بن عظيمية رحمة الله لا تلتفت إلى الشك اطلاقا لأنه لو تفتح هذا الباب لا يغلق عليك نسى الله السلام عافية قال يا إمام جاء لابن عقيل ابن عقيل إمام وقال يا إمام ان انغمسوا في اليم يدخل داخل البحر أو داخل النهر أو داخل إناء يدخل انغمس في اليم ثم أخرج وأظن أنه بقي مني شيء لم يصبه الماء ماذا عليه قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك قال ولماذا لماذا لا صلاة عليك قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة وأنت أحدهم مجنو اسمع لفقه الإمام هذا خير بين ترك الوساوس أو ترك الصلاة تختار ترك الصلاة ما يمكن تختار ترك الوساوس هذا الذي وسوس وسوس أيقف زوجته في آخر الليل قال لها قومي قالت ماذا قال والله أنا أشك أشك قوي جدا في أنني تلفظت بطلاطك تقول لا 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 ما بقي لهذا قال اسمعي أريد أن أدفع الشك باليقين أنت طالب والحمد لله قدع الله قول الحمد لله دعفاني إذن جاءت الشريعة القطع الوساوس الشكوك والشك بعد الفعل لا يؤثر وحين إذن الشكوك تكثر طاف حول البيت سبع أشواط ثم خرج إلى الصفا عندما دل من الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله شك هل طاف سبع أشواط أو ستة أو خمسة يرجع آخر سبع أشواط إلا إذا تيقن مئة بالمئة يرجع وإلا فلا إذن الشك ينقسم إلى قسمين داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهام من العبادة بعد الفراغ والانتهام من العبادة لا انكفت إليه إطلاقا في كل العبادات في داخل العبادة ينقسم الشك أيضا إلى قسمين أعانكم الله على التقسير في داخل العبادة ينقسم إلى قسمين قليل الشكوك كثير الشكوك هذا يقول لي دائما عندما أصلي ركعتين شك في الركع الثاني هل تسجدت؟ سجدة أو سجدتين دائما أسجد للسهو دائما قاعدة مضطردة عندي نقول أنت كثير الشكوك ما تسجد للسهو تعتبر دائما كم سجدة سجدتين قال أخاه في صلاة باطلة نقول له لو فعل شيء فأنت آذي أترك الوسائس كله والحمد لله رب العالمين قليل الشكوك هذا القسم الثاني ماذا يصنع؟ يبني على ما ترجح لديه شك في صلاة الظهر هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ يغلب على الظن قال أنها أربع إذن يجعلها أربع ونسجد للسهو يغلب على الظن على أنها ثلاثة يجعلها ثلاثة ونسجد للسهو الحسن ذهبت؟ ولا بقي قليل؟ الحمد لله إذن خليك واقع استوى الأمراض قال لم يترجح لديه شيء إذن هنا يبني على الأقل مفهوم؟ قال والله استوى الماء والخشبة لا أدري أيهما أرجح ثلاثة أو أربع ركعات يجعلها ثلاث ركعات هذا سجد السهو إذن أسباب سجد السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك الزيادة سهوة لا تقتل الصلاة لكن متى تيقن أنه قد زاد يرجع ويقطع الزيادة النقص للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن الشك ينقسم إلى قسمين خارج العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا أي بعد الفراغ والانتهاء من العبادة وداخل العبادة ينقسم إلى قسمين قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه وإلا ما ترجح لديه شيء يبني عن أقد كثير الشكوك لا يلتفت إليه مفهوم اجلس سجود السهوة أقسام السجود ثلاثة سجود السهوة وسجود التلاوة وسجود الشكر سجود التلاوة مر بآية فيها سجدة يسجد يكبر لا يسلم بعد السجدة لا إذا سجد إذا سجد الإمام نسجد ولا بد الآن نستمع مثلا إلى الشيخ وهو يقرأ هنا في هذا المجلس في خارج الصلاة وقرأ آية فيها سجدة وسجد نسجد مفهوم طيب ماذا يقول في سجود التلاوة في سجود الشكر في سجود السهوة وجوبا لابد أن يقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى طيب هذا ما يتعلق بسجود التلاوة سجود الشكر يسجد لله شكرا إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة تجددت نعم النعم لا تعد ولا تحصى لكن إذا تجددت له نعمة يعني استيقظ وقاموا صلى الفجر يسجد للسهوة لا هذه نعم تتكرر دائما لكن الصديق رضي الله عنه عندما جاءه الخبر بقتل مسيلمة سجد لله شكرا نعم إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد سجدت الشكر لله سبحانه وتعالى مفهوم نعم نعم طيب من يذكر لي الحركات في الصلاة أخذنا في الدروس المهمة أن الحركات في الصلاة خمسة تندرج تحت الأحكام التكليفية خمسة حركة محرمة وحركة مكروهة وحركة مباحة وحركة مستحبة وحركة واجبة حركة محرمة ومكروهة ومباحة ومستحبة وواجبة الحركة المحرمة الأكل والشرب والضحك والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة حركة كثيرة جدا متتابعة لغير حاجة وهو يصلي يخرج الجوال من جيبه ثم ينظر ويقرع الرسائل تنظر إليه كأنه غير مصلي أصلا حتى البعض هدان الله إياه يعني دق الجوال يخرج الجوال الله أكبر الله أخواننا إلى هذه الدرجة يعني مهم جدا الاتصال لديه حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة الالتفاة الكثير عن القبلة يعني تجهل القبلة الآن هذه قبلة المسجد فماذا يصنع تجهل ذاك الاتجاه هناك هكذا التفاة الكثير عن القبلة التفاة يسير مكروه التفاة كثير محرم رافع البصر للسماء محرم حركة محرمة هذه الحركات المحرمة الأكل يضع سندوشت في هذه اليمنى والعصير في هذه الأسرة ويأكل يشرب يضحك حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة التفاة الكثير عن القبلة كله حركات محرمة نعم الكلام العمد مع العلم والذكر يتكلم في الصلاة متعمد ذاكر لا ناسي عالما بأن الكلام في الصلاة مبطل للصلاة مثل هذا الآن يا أخي أنا في الصلاة تصل بعد خمس دقائق هذا صلاة باطلة صحيح باطلة كلام وعمد وعلم وذكر خرج بهذا ما لو تكلم ناسيا أو جاهل تحريم الكلام في الصلاة كما تكلم معابن الحكم السلم رضي الله عنه صحيح أو تكلم لمصرحة الصلاة أخذ الشيخ فيقول له سبحان الله يريد أن يسجد وهو يعني الإمام يعني لا يعرف ماذا يصنع فيقول له أسجد يفسح فلم تكلم لمصرحة الصلاة يصح كما تكلم ذو اليدين رضي الله عنه نعم حركة مكروهة تبسم في الصلاة ما شاء الله الحركة حركة قليلة لغير حاجة ليست بكثيرة يعني تنظر إليه ترى مصلي لكن يتحرك قليل بغير حاجة حركة مباحة سقطت النظارة نظارة الأقوى هو يصلي وخاف عليها أن تكسر أو تسرق فماذا يصنع أخذ هذه النظارة في أدنى حركة وضع في جيبه حركة مستحبة الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة سد الفرج ما ترى والحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة هذا الأخوى هو يصلي تذكر أن على طاقيته نجاسة ماذا يصنع هنا حركة واجبة ماذا يصنع ينزع هذه الطاقية وكمل الصلاة مفهوم حركة حركة محرمة مكروهة مباحة مستحبة واجب هذه الحركات في الصلاة نعم الالتفات في الصلاة الالتفات يسير مكروه الالتفات كثير محرمة نعم تشريك الأصابع فرقعتها نعم يضع اليد على الخاصرة أو هكذا نعم طيب يجلس ويفرش ذراعي على الأرض وهو ساجد أو يضع إليتيه على الأرض في الجلوس وينصف الرجلين كما يجلس الكلب أو أن يستقبل شيء يلهي عن صلاته يستقبل التلفاز كأس العالم ويستقبل التلفاز مثلا أي نعم أو يستقبل نار يصح لا يصح يصلي في مكان يكون يعني فيه أناس يمشون مثلا أو سيارات يلهي هذا يتحر مكان يصلي فيه ويكون هذا المكان يعني يحصل له بالصالح هذا المكان خشوع طيب أو يدافع الأخبثين ما معنى المدافعة المدافعة يعني هناك شيء يريد أن ينزل وهو يمنع هذا من النزول فالمدافع هنا عندنا ذي عندنا مدافعة خفيفة جدا فهذه ما تؤثر قوية جدا الصلاة باطلة لأنه لا يدري عن صلاته أصلا مفهوم والوسط تكون الصلاة مكروهة أو في حضرة طعام يشتهيه ومأذون له في تناوله طعام أو شراب ما فيش كان يشتهيه ومأذون له في تناوله هذا الأخ ليس لديه مال الحمد لله النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبد فجميع ما في الأرض لا يكفيها شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا يدعو بماذا بالفقر يقول لا ما يصح الدعاء أن تدعو اللهم نحن نسكين ومثني مسكين يقول هذا الحديث لا صح وإن صح يكون معنى الحديث متواضع بماذا يدعو بالغنى الفاحش لا كفاف مفهوم وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبد فجميع ما في الأرض لا يكفيها فقير ليس لديمان الحمد لله وبجانب مطعم وفيه ما لذ وطاق يا أخي قم صلي قال والله طعام أشتهي هل يقدر على تناوله لا طعام لا يشتهي ما شاء الله عنده في البيت ما لذ وطاق لكن أكل والحمد لله أو الزوجة تصنع في الطعام في نهار رمضان وراد أن يصلي العصر يا أخي صلي قال طعام وأشتهيه ما أذول له فيه ما لا أصنع يصلي يتعمد بعض الناس هدان الله إياه يتعمد يقول الزوجة اسمعي يؤذن السابعة إلا ربع السابعة إلا عشرين دقيقة ضع الطعام والحمد لله